بعد عشرة أيام فقط من تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية ورئيساً لمركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية قدم محمد جواد ظريف استقالته من منصبه المستحدث ظريف الذي يعد أحد أبرز مهندسي الاتفاق النووي الإيراني كان له دور بارز في الشؤون الديبلوماسية والسياسية حيث شغل مناصب عدة منها كبير مستشاري وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية لشؤون القانونية والدولية كما كان عضواً فاعلاً في مبادرة حوار الحضارات ورئيس لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في نيويورك وشارك بشكل كبير في الحوكم العالمية إضافة إلى منصبه كنائب للشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية ووزير الخارجية السابق في إيران بعد استقالته أعرب ظريف عبر تغريدة على منصة أكس عن خيبة أماله من الحكومة المقترحة مشيراً إلى أنها لا تمثل الأقليات النساء والشباب واعتذر للشعب الإيراني عن عدم تمكنهم من مواصلة العمل في ظل التحديات السياسية الداخلية وفي هذا السياق أثارت تشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان ردود فعل متبين في إيران وظهرت علامات على وجود خلافات عميقة بين بيزيشكيان وحلفائه من الإصلاحيين والمعتدلين بعدما عين ثمانية وزراء من أصل تسعة عشر محسوبين على الطيار المحافظ فماذا تعني استقال الضريف الذي سهم بشكل كبير بفوز الرئيس الحالي على منافسيه المحافظين؟ فينا نقول أنه فشل مبكر للمشروع الإصلاحي المعتدل وعدم إمكانية التعايش بين طبيعتين في النظام بين الثورة والدولة الإصلاحيين والمعتدلين أصيبوا بخيبة أمل من بيزيشكيان الذي خضع لشروط الحرس الثوري في تشكيل الحكومة هل تفرم لهذه الخطوة الرد الإيراني أو تسرعه؟ ظريف أبعد من بيزيشكيان هو يريد أن يذهب إلى تسوية في انخلال الرد الإيراني وفي تسوية كبرى ما بعد حرب غزة الموقفين ما بينسجموا مع الحرس الذي يبدو يذهب إلى مزيد من التشدد في الداخل وفي الخارج ليس له علاقة لا بالتسريع الضربة ولا في تأجيلها له علاقة بالطبيعة السياسية والاستراتيجية للنظام الإيراني في التعاطي مع هكذا أزمات أنها تترك لضريف أو تترك لقاءاني الآن تركت لقاءاني وليس لضريف فهذا يعني أن هناك تصعيد التوقيت هو توقيت إيراني أمريكي إسرائيلي الخلافات تتعمق في الداخل الإيراني والتصعيد آتا لا محال والمنطقة على فوهة بركان ترجمة نانسي قنقر